12 سنة كاملة تمر على أحد أشهر المباريات التي شهدتها القارة الإفريقية مباراة السد المؤهلة لكأس العالم 2010 التي جمعت منتخبية الجزائر ومصر في أمدرمان بالسودان والتي عرفت أهل الجزائر إلى المحفل العالمي يوم الثامن عشر نوفمبر يبقى يوما تاريخيا بالنسبة للجزائر وجماهيرها التي تستعيد فيه كل سنة ذكريات هذا اللقاء البطولي الذي تمكن فيه جيل بوغرة عن تريحيا بالحاج وغيرهم من الظفر ببطاقة التأهل لكأس العالم بالبرازيل على حساب الجيل الذهبي للمنتخب المصري بقيادة أبو تريكا متعب وعمروزك اليوم بعد 12 سنة على ملحمة أمدرمان كما يطلق عليها قد يتجدد اللقاء بين المنتخبين بمناسبة المباراة الفاصلة المؤهلة لمدالي قطر 2022 شهر مارس القادم بتواجد مصر في تصنيف الثاني والجزائر في تصنيف الأول هذا وتأمل الجماهير الجزائرية ملاقاة المنتخب المصري وإعادة سيناريو 2009 خاصة في ظل تعلق منتخبها المتواجب البطولة الإفريقية الأخيرة بجيل يقوده نجم المنسي ترياذ محرز في حين تريد الجماهير المصرية موجهة الجزائر قصد إعادة الاعتبار والثأر لتلك الهزيمة بقيادة أحد النجوم العالميين محمد صلح ترجمة نانسي قنقر